بسم الله الرحمن الرحيم حق قدره ومقداره العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعون كتابة دعاء اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة أني أشهد أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني عن الخير وتقربني من الشر وَإِنِّي لَا أَثِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَجَعَلْ لِي عِندَكَ عَهْدًا تُوَفِّينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ أَمِينَ أَمِينَ وَإِنْ بِأَبْ وَإِنكَ حَتَمُ النُّبُّوَى وَإِنكَ حَتَمْ لا يَوْمَا حَتِمُ تدَى من الله سُبْحَانَهَ حَتَّى لِمُنَبِيُا وَإِنكَ وَإِنكَ يَوْمُونَ وإِنكَ وإِنكَ وَإِنكَ وَا فِيِّهِ ثَمَانِيَةُ وَحَادِيثَ دلن بابي تو اده لبان حديث اده لبان حديث اده لبان حديث اده لبان حديث تاجه Erfolg انه صلى الله عليه وسلم تجهة لنبي لنبي لكن بيزة بين العلماء إذا كان الله سبحانه وتعالى أمام ختم النبوة أو ختم النبوة أو إنه يمكن أن يعمل بنظار 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 بيزة الله سبحانه وتعالى بيزة ختم أو ختم الظلم اذا علماء قال النبي صلى الله عليه وسلم سُدَا سُدَا لَهِر دِنْهِ تُو اللَّهُ سُدَا مِنشِبْتَ اِتُو دَلَمْ بَدَنْ دِيَ اذا علماء لئين قال اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى مِنشِبْتَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كم عرق بيسا تتبعه تُو بِلَى وَقْتُ سَيْدَنَا جِبْرِيل بَطْ شَكْهُ صَدْرِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم تَوَ شَكْهُ صَدْرِ وقْتُ سَيَدْنَا جِبْرِيل تَتَن inv Sharp بُقَ حدَدًا النَّبِي صلى الله عليه وسلم باتُو لreatه دیں النَّبِي صلى الله عليه وسلم وقتُ كِتَ دَيْنَا جَكَابٌ وَنْتُ�ِ لاَ نَبْنَ وقتُ سَيَدَا نَبْي صلى الله عليه وسلم مَنسي الدmbre sem engineers أو أنا سيدة حليمة وقت مين سيدنا جبريل مين ويقول أنه فتجعه فتجعه يعني أنه يتدور ويقول أنه يقول أنه يكون بكاداده ويقول أن كله هاتين نبي صلى الله عليه وسلم يقومونه في آير داريبادة شرقة ويقول أن كله ستكتل تورنا هيتام ويتو حدثة حدثة شق الصدر اتو بكاداده نبي صلى الله عليه وسلم دوة كالي دوة كالي دوة كالي كالي yang pertama كالي yang dua sebelum الإسراء والمعراج sebelum استميوا الإسراء والمعراج sebelum سيدنا جبريل buat الإسراء والمعراج untuk نبي صلى الله عليه وسلم buat itu sekali lagi kemudian كata untuk نبي صلى الله عليه وسلم yang hitam itu yang dia buang dia kata ini حظ الشيطاني مين itu الشيطان kalau nak وسwas untuk orang وسwas dalam tempat itu sebab itu سيدنا جبريل buang habis الشيطان tak boleh kacau النبي صلى الله عليه وسلم وقت ada hadis untuk نبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عائشة riwayat حدث itu سيدنا عائشة تanya النبي النبي صلى الله عليه وسلم kata setiap orang ada الشيطان untuk dia atau ada قرين سيدنا عائشة tanya النبي صلى الله عليه وسلم kamu juga Rasulullah macam itu kamu juga ada قرين ada الشيطان dia kata saya juga ada الشيطان tetapi الشيطان saya sudah masuk Islam sebab itu سيدنا Gibril sudah buang itu yang hitam itu الشيطان tak boleh kacau kita sahaja tetapi sahab kita tak buat itu untuk kita sahab itu kacau kita sahaja tetapi orang yang lain Nabi صلى الله عليه وسلم maksum Nabi صلى الله عليه وسلم shaytan tak boleh kacau dia itu ada ulema kata khatam itu سيدنا Gibril buat bila untuk Nabi صلى الله عليه وسلم waktu itu selebah سيدنا Gibril buat shak saudri Nabi صلى الله عليه وسلم waktu dia kecil waktu dia baby kecil selebah siap semua dia buat belakan dia nanti kita baca hadith tempat dia di antara atau di antara tangan tangan sini dengan tangan ini tengah tengah yang tengah itu tetapi tiket daripada kiri bukan tengah batu-batu tiket daripada kiri sebelah kiri makna tiket daripada sini itu itu ulama kata Nabi صلى الله عليه وسلم atau Sayyid Gibril buat Nabi صلى الله عليه وسلم buat khatam nubu waktu itu waktu syak saudri Nabi صلى الله عليه وسلم kali yang pertama ada ulama lain kata Nabi صلى الله عليه وسلم atau Sayyid Gibril buat itu untuk Nabi صلى الله عليه وسلم di waktu sebelum Nabi صلى الله عليه وسلم jadi Rasul sebelum Nabi صلى الله عليه وسلم jadi Rasul Sayyid Gibril turun untuk buat khatam nubu itu di tempat itu khatam khatam itu macam manak kata itu macam kulit bariz bariz makna keluar sikit daban kemudian kulit yang bariz itu dalam macam tulur burung tulur apa burung bukan tulur ayam tulur ayam itu besar kan tulur itik lagi besar tulur burung itu yang kecil itu itu macam itu dalam saiz itu saiz yang kecil itu diantara apa diantara tangan Nabi SAW oke jom kita baca dua yang yang pertama atau dua yang lima belas kalau kita ikut susun daripada awal hadis tetapi dalam bab ini hadis yang pertama kutaybata ibn sa'id anbakana hatim ibn isma'il ibn isma'il ibn abd rahman kutaybata sami'at ibn yazid yakul zahabat bi khalati ila rasul illahi sallallahu alaihi wa sallam fakalat ya rasul ya rasul Allah in nab nakti waj'un famasaha sallallahu alaihi wa sallam rasih wada'ali bilbarakah watawadda'a fasharibtu min wadu'ihi wakumtu khalfa zahrihi fanazartu ila al khatim bayna katifei faidha huwa mithlu zirril hajalah halas itu hadis yang bertama hadis yang riwayat sayyidna al-saib ibn yazid dia kata zahabat bi khalati zahabat bi khalati bermakna waktu itu dia kecil sebab dia tak kata saya saya yang bi tetapi ada orang bawah dia makna itu dia dia tak boleh bi sendiri sebab dia kecil lagi waktu itu khalati itu khalati bermakna saudara dia tetapi dalam bahasa Arab guna kalima al-khala untuk mak saudara yang sebelah ibu kita tetapi kalau mak saudara sebelah ayah kita itu nama apa nama amma amma dia kata wahai rasulullah inna inna abna ukhdi waja'un atau waji'un waja'un atau waji'un makna dia sakit anak saudara saya ini sakit orang sakit itu ulamak berbeza sakit apa ada satu riwayat lain dia kata inna abna ukhdi waqa'un waqa'un makna jatuh jatuh itu makna sakit kaki ulamak faham dari pada riwayat itu sakit yang untuk sayyidna as-saib itu sakit dia apa sakit kaki dia tak boleh bindiri atau dia tak boleh jalan atau dia jatuh kemudian kaki dia batta atau apa-apa masalah tetapi masalah dia dalam kaki dia masalah dia atau sakit dia dalam kaki dia itu dia kata ya rasulullah inna bina ukhdi waja'un atau waji'un makna dia sakit nabi sallallam buat apa fa masaha raksi nabi sallallam sentuh kebala dia wa da'a lih balbarakah nabi doa untuk dia dengan barakah walbarakah itu makna kalima albarakah bermakna ada bania kelebihan contohnya orang makan makanan yang sikit tetapi cukup untuk orang ramai itu nama barakah orang guna duit tetapi tak habis matiam Sayyidah Aisha Sayyidah Aisha baca cerita dia kata nabi sallallam ada satu hari nabi sallallam buat apa buat kurma buat kurma dalam satu kain baca nabi sallallam ikat kurma kain itu letak dalam rumah Sayyidah Aisha selepas itu dia Sayyidah Aisha kalau labbar dia tak buka kain itu semua tetapi dia masuk tangan ambil apa ambil satu biji kurma makan baca tutup lagi baca makan lagi macam itu dia duduk berapa berapa lama buat macam itu 3 bulan kurma itu tahbih selepas itu dia terkejut apa kurma itu yang duduk 3 bulan tahbih dia buka buka kain itu awal dia buka kain itu habis sudah habis kurma itu sudah habis wa itu al-baraka al-baraka sebab itu nasihat saya ambil dari pada syiqh saya janankira duit kamu janan kira janan kamu tengok setiap kali kamu keluar bukit yang ada bag duit itu buka tengok baki berapa itu bulan berapa tahbih lagi tutup lagi batu keluar lagi ishiq Allah baki berapa itu janan buat macam itu janan buat macam itu sahabat kalau buat macam itu baraka hilang daripada duit kita tetapi kalau tutup batu keluar apa nama itu ambil keluar ambil keluar janan kira tak kira Allah SWT akan buat baraka dalam duit kamu tak habis juga ada serita ini Nabi SAW waktu Nabi SAW untuk ada berberanang berberanang apa al-ahzab berberanang al-ahzab Nabi SAW orang ada satu kambing kecil dia tengok Nabi SAW labar dan buat lubang itu buat lubang buat al-khandaq itu bahaya itu Nabi SAW latih sahabat Nabi SAW juga semua latih sahab itu dia kata satu orang bercakap dengan istri dia macam mana kalau kita buat makan itu Nabi dan sahabat dia dia kata kita tak ada makan kita ada satu kambing kecil sangat dia kata tak apa kita buat kambing itu cukup berapa dia kata dah lebih kurang sepuluh orang cukup makan kambing itu sahabat kecil makan tak ada daging banyak orang faqir di zaman itu itu dia kata cukup untuk sepuluh orang dia kata saya untuk Nabi SAW banggil Nabi dengan sepuluh orang sahaja dia kata ok tak ada masalah selepas dia buat semua siap dia kata jom untuk Nabi SAW banggil Nabi dia untuk Nabi SAW dia rasa dia diam diam dia dihadapan orang ramai dia untuk Nabi SAW Rasulullah main main dia Nabi SAW main untuk dia apa ada apa dia kata Rasulullah isteri saya buat satu kambing itu cukup untuk sepuluh orang sahabat jalan banggil orang ramai Nabi SAW main dengan sepuluh orang cukup Nabi SAW kata ok kalau macam tu Nabi SAW ya Abu Hurairah main banggil semua orang ini masuk di rumah orang nak makan dia buat makan untuk kita dia kata ya Rasulullah tak cukup makan tak cukup jalan risau ini bukan masalah kamu saya yang banggil Nabi SAW dia kata tetapi suruh untuk isteri kamu buat dalam beriuk jalan buka selepas masa semua tutup kambing itu dalam beriuk itu jalan buka beriuk itu betul dia Nabi SAW selepas lagi Nabi SAW beri dengan semua sahabat dia semua masuk rumah orang itu orang itu terkejut betul Nabi SAW tak buka semua itu tengok Nabi tak buka semua beriuk Nabi buka sikit saja masuk tangan dia keluar ayam atau sikit kambing bagi untuk orang betul masuk lagi keluar bagi orang lain masuk lagi bagi untuk orang lain masuk lagi bagi untuk orang lain sampai semua orang sudah makan kemudian kambing tak habis lagi itu barakah tahu kalau Nabi SAW buka semua habis tak ada sudah hilang juga ada barakah juga waktu Nabi SAW tidak buat hijrah waktu Nabi masuk untuk khidmat Sayyidah Umum Mi'abad juga Nabi SAW buat macam itu dia tengok kambing itu macam mana dia kata kambing itu tak ada susu Nabi SAW dua kemudian buat keluar susu saham Nabi SAW semua orang yang ada dengan Nabi SAW Sayyidina Abu Bakr semua minum semua yang selesai Sayyidina Nabi SAW buat sekali lagi dalam satu sahna bermakna beriuk yang besar satu lagi itu tinggal untuk Sayyidina Abu itu jalan itu barakah barakah itu makna kalima barakah ziyadah makna lebih kita tengok satu makanan kita ingat makanan itu tak cukup seorang tetapi kita tengok ada tiga empat orang sudah makan sampai kenyang itu nama barakah itu ada satu orang daripada anak murid saya kalau orang itu dia sakit atau istri atau daripada keluarga dia dia tak bagi duit tak beli ubat dia tak beli ubat dia beli untuk doktor kemudian dia tengok doktor kata beli ubat ini dia untuk farmasi tanya doktor yang dalam farmasi itu ubat berapa dia kata ubat ini contohnya lima beluh dia keluar keluar sadaqah lima beluh itu sadaq dia kata wahai Tuhan kamu nak lima beluh itu barakah itu semua itu contoh untuk apa makna barakah apa makna barakah orang yang sudah tahu apa yang saya cakap itu itu dia kata sini sayyidna as-saib itu sayyidna as-saib dia hidup sampai umur dia sembilan belu enam tahun waktu dia jalan dia jalan macam orang remaja orang sihat badan dia sihat badan dia tahu orang tua jalan macam mana badan dia dia tak boleh jalan lurus sikit itu sebab habis tua sembilan belu enam tahun tetapi dia jalan macam orang remaja mata dia tak ada masalah sihat dengar dia semua sihat itu makna apa doa atau barakat doa untuk dia dia menengal hidup sembilan belu nam tetapi dia jalan macam orang 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 itu dan kita ada dalam bahasa Arab ada dua kalima Al-Wadu wal-Wadu beza baris sahaja Al-Wadu dod itu fathah atas wal-Wadu al-Wadu fathah baris dhamma Al-Wadu wal-Wadu beza apa makna jauh sangat Al-Wadu itu apa air yang yang keluar daripada kita selepas kita ambil wadu kalau kita kalau kita ambil wadu dalam beriuk atau dalam apa-apa air yang keluar daripada kita yang beriuk selbah kita basuh tengah selbah kita basuh muka itu semua air yang keluar itu nama wadu nama apa nama wadu Al-Wadu itu apa berbuatan itu berbuatan yang kita buat waktu kita nak semayan itu berjah diantara Al-Wadu wal-Wadu watawadda Al-Nabi sallallahu 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 itu min wadu itu biasa semua keadaan Nabi sallallahu sahabat Nabi sallallahu buat itu Nabi sallallahu kalau Nabi sallallahu apa nama itu keluar air mulut itu semua sahabat tak jatuh atas bumi semua sahabat apa ambil ambil yang buat atas badan macam itu kalau Nabi sallallahu keluar Nukhama Nukhama itu apa nama itu apa yang keluar apa lulus linus hinus itu yang keluar kalau keluar dari badan Nabi sallallahu juga semua sahabat ambil sampai ada satu hari Nabi sallallahu tidur dalam rumah Sayyida Ummu Hanek Sayyida Ummu Hanek itu adik beradik Sayyidna Ali itu dia tidur Nabi sallallahu tidur sayyida makna sububu Nabi sallallahu dia Nabi sallallahu tidur dalam rumah Sayyida Ummu Hanek itu Sayyida Ummu Hanek waktu itu waktu banas Sayyida Ummu Hanek buat apa Sayyida Ummu Hanek duduk air buluh Nabi sallallahu keluar dia buat apa dia himpun dia ambil satu syawan kemudian dia buat air air buluh Nabi sallallahu masuk dalam syawan itu selesai itu dia dia minum juga ada satu hari Nabi sallallahu buat air kincil itu bagi untuk Sayyidna Khalid Sayyidna Khalid buat apa minum terus minum terus Nabi sallallahu kata untuk dia lakad ihtaraz tabih izari minal nar itu sebab untuk kamu tak masuk neraka air kincil yang kamu minum air kincil Nabi sallallahu bukan najis air kincil semua orang najis tapi dari apa-apa yang keluar dari baginda sallallahu tak najis semua tahir semua bersih begitu dia kata sini Sayyidna As-Saib dia kata apa dia minum air yang keluar dari Nabi sallallahu 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 bukan dia sahaja yang buat tetapi semua orang buat macam itu ambil barakah dari Nabi sallallahu 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 bin diri busing belakang Nabi sallallahu sallallahu saya tengok untuk apa untuk khatam Nabi sallallahu diantara tangan Nabi sallallahu sallallahu tempat yang berlaku ini sama Malaysia apa nama apa yang masyur burung yang masyur apa nama ada jenis kan itu juga di Arab ada jenis juga burung yang ada di Arab tak sama yang di Malaysia itu subhanallah macam buah juga yang ada di sini tak sama ada yang sama ada yang berbeza itu juga di sini itu dia kata zirrul hajar itu zir itu tulur untuk al-hajar al-hajar itu nama untuk nama untuk burung al-hajalah itu ada banyak lafaz untuk al-hajalah ada yang baca kalima al-hajalah dengan al-hajalah apa nama itu al-jim mati sini al-jim ada baris baris fathah kan tetapi ada yang baca kalima al-hajalah dengan baris mati al-jim itu baris mati al-hajlah ada yang baca al-ha baris dam dengan al-jim baris mati al-huj lah ada tiga bacaan al-hajalah yang tulis dalam hadis itu ada yang baca kalima al-ha baris fathah wal-jim baris mati ada yang baca al-ha baris dam wal-jim baris mati juga yaitu al-hajalah 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 itu semua tiga itu tiga nama untuk satu burung sama tetapi mungkin kadang-kadang mungkin jumpa hadis itu dalam buku lain atau itu jangan risau itu semua bacaan atau riwayat kalau kita kata macam al-quran al-quran kata riwayat tapi sini tak boleh kata riwayat atau keraat dalam al-quran di sini bukan keraat tetapi di sini apa bacaan nama untuk untuk burung itu oke hadis yang namblas haddathana sa'id bin ya'quub at-tolikni anba ayyub bin jabir an simaki ibn harbin an jabir ibn samurata radiyallahu anhu kala rāyit al-khātema bain katifai rasul illahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam gudda hamrā mithl bayidat al-hamamah mithl bayidat al-hamamah dia kata sayyid najabir ibn samurah juga daripada sahabat yang masyur untuk nabi sallallahu al-hamam dia kata saya tengok untuk apa nama itu al-khātema itu diantara tangan nabi sallallahu macam guddat hamrā kulik merah kulik warna apa kulik warna merah mithl bayidat al-hamamah macam tulur tulur burung burung itu nama hamamah yang disana kata nama al-hajlah al-hajlah atau al-hijlah tetapi disini nama apa al-hamamah nama lain nama untuk burung tetapi tulur sayis lebih kurang sama kicill sangat sayis itu kicill sangat hadis yang jubilas katahaddasana abu mus'abin al-madani anba'ana yusuf ibn al-māgushun al-māgushun an-abihi an-asim ibn amr ibn qadatata an-jaddatih rumaythah an-jaddatih rumaythah riwayat hadis itu dia kata apa sami'tu rasulullah dia dengar nabi sallallahu al-hajlah walau shā'a kalau saya mahu uqabbil uqabbil makna cum kalau dia nak cum untuk al-khatam yang ada di antara tangan nabi sallallahu al-hajlah minqurbihi sabab nabi sallallahu tiket sangat daripada dia lafa'altu saya buat tapi dia tak buat sabab sabab malu tapi dia maksud daripada berkataan dia itu makna dia dengar hadis itu waktu dia dalam keadaan tiket sangat daripada nabi sallallahu al-hajlah makna dia sudah semua lafaz yang keluar dia faham batul batul dia dengar batul sebab kadang-kadang atau yang biasa kalau duduk dalam majlis dulu jahu belakang daripada lelaki makna itu dia mungkin orang dengar atau orang ingat waktu nabi sallallallahu mungkin dia tak dengar batul berkataan nabi tapi dia kata sini saya tiket sangat daripada nabi sallallahu sampai kalau saya nak untuk al-khatam itu yang belakang nabi sallallahu saya buat tapi dia tak buat sabab dia malu ada di hadapan orang lelaki ramai itu itu dia kata walau asha'u an uqabbil al-khatam al-lazhi bayna katifayhi min kurbihi sabab nabi sallallahu 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 lafa'altu saya kan buat tetapi dia dia tak buat nabi sallallahu 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 ar-khandak bapranang al-khandak bapranang al-khandak atau bapranang al-ahzad sallallahu sallallahu suda وقته دلن ببرننه يوجد بناه لأسيدنا سعد بعد ذلك سعد صدق الوار ثم قتبه دعا اللهم لا تمتني حتى تقرعيني في بني قريزة وهي تهان جنان بوات سيئة منيجال سنباي سيئة سنباي سيئة تنجو ان نبي صلى الله عليه وسلم بوات بني قريزة بني قريزة يوم بوات خيانات لنبي صلى الله عليه وسلم دلن ببرننه سيئة بس دواء تقرعين kalau ت Rohير متعادق وفي أون فطالimana تقرعين في ضرق تبير wereاء cur reps وأون قريزة صلى الله عليه وسلم ثم قر speaks سيدنا سعد بن معز صيدنا سعد بن معز قتوى لتية إنه يتم كيفية سيدنا سعد بن معز يقول نبي صلى الله عليه وسلم بحث ليس من حسب لا يصلين أحدكم العصر الا في بني قريزة لا يكون سيدنا رسول على العصر لا يحدث في هنا كل صحبات في هنا ومن هنا هكذا هناك شخص Stitch هناك شخص هناك شخص الاننابي صلى الله عليه وسلم وقعد ياهود الاننابي صلى الله عليه وسلم قال اگري ان يريد أنаны operateuli لهم وقيد نم ż تعطير لهم لتاك في بعض الم occurrence اشتركي ومرض الأخ Algama كما يعاني مركا سيدنا سعاد لزمارك مثل هذا الكتاب الكتاب مررك آمرك сегодня فضلك الصورة مر manifestations ك Reidوان الكبير أعترف راقة الج offenders اعترف الكتاب الكتاب الأسرين لزمارك سيدنا سعد واصل مرحبا في إبدان من هذا السيد في النبي سيدنا دل الجامعة المؤسمر لذلك ان نبي سعال في نفسها وهكذا على الصكم الكتب الرغي من أن أفضال قتعد into رسالة الص粉 trêsم ما يعطاد الولايهود rió لو كتاب المنظر والماء يناتي شخصه هذه الحالة وما تقول undergrad اBuن طالما تق vorقو في ذلك بسvero النبي سَعالَ сп preserved نفسها لديه 퍼ب الرغي في نفسك أيها المقسب للأنبي صحتها مغتر أو أفضل حول få ان تكون حكومان أنت سفر تبديك in العمل ، النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كلمه يدر حكم أسفر أسفر وتبريد حكم الآن فأنت هذه الحكمة ربما قال اللَّه أكبر لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سموات أسان صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر قوموا بحكومان الله سبحانه و تعالى معنى حكومان أنه يمبتول لماذا يمبتول؟ لأنه يمبتول كيف يمبتول حياناتنا توجد حكومانها ماتية روس وماتية روس وماتية روس من كلمات فقط سابقا بسطنة مبتولة لئتها هناك شخص لادية روس تلوما في ماليسيا تجد حكومانها حكومانها ليس كثيرا لكنها لا تقوف hizo كانت على عمل programs اشترك بدمج قد نجد على الان أنت هذا نبي صلى الله عليه وسلم قال حكومًا يقول ممنع بمظل ممنع ممنع وَهَيْ تُحَنْ بُكَ لَهْ لُكَ دُحِنْ لُكَ دُحِنْ لُكَ دُحِنْ ادعو لِي قد combines دُحِنة لَكُ تَحسلاك شَنرا للمن designated فقط أيضا تريد أن أعلم شيء معلوم هذا؟ تريد أن أعلم أن أعلم ذلك الأبي صلى الله عليه وسلم أن أخبره وَالسَعَدْ أَطِبِ مطَعَمَكْ تُسْتَجَبْ دَعْوَتَكَ وَهَي صلى الله عليه وسلم تأخذي من نجمال لجميع نجمع دعاء لا! خاصة أنت للمقاني لدينا geçم hole بらい بالو بالو بالا د ِ م كان هناك مشكلة في الناس من نجد الناس مجدد الناس من نجد الناس لقد كان لدينا مصر في أحيان حيث بالنسبة لأخذ في أحيان في أرتكس وعند تكسي أحد جدًا وتكسيه ، أحد شكرا مرحباً بسيئًا هناك شرطينا اَبْكُتَوْرَى يُعْضً يَوْرَى يُعْضً يُعُضً، يَوْرَى بُعُضً يُعَضً كَ منًا 여러 أص tens ج زوال ج أصلا بشitta ي Exercise يجد منfter ج عام النور مترج rabbit أمام الضالى السaku Hate أصلا sant بدأبي momento أصلاح أنه لأنها orian واجبك foul لكنني أعطى انه الله ،穿ه ممكن الله يطرح لا ؟ وٰered ًاله كانت إنه أعطى さée لن ستجبر ون أراجع locking ventاس من أعطى إذاً إ كنت أعطى أنكم ترام ولكن ستجبر ما عندما أعطى 그리고 targets sayد سى عنه ويلان قطع عادي ويتقول لقد تجلب كل شيء ي monter وهو إذا سيدنا سعاد وهو في القرآن store أبرغ inconvenient قال المساب Gl BowFT فهو أبرغ فورمن نج NHl وهو أبرغ جاهل ه может مثب الأمثال أبرغ لكنه يامل Спائر كنت Or menjadi صالح منه لذلك لا ي Jedl لن ننGس اتابه اشتركوا في القيامة شتركوا في قبل شرفت بداخل النبي فهتست و من خلال سوي erstmal الناس اهداي انا فهدا 9 في قبل يتجيخوا في قبل شتركوا السامان ولكن سانع فظلم الظلم ول Lyndان اللحمات اللحمات يقوموا في قبل ترجمة لحمات انه أغلبي التي قلت لذلك أنه اللحمات سام débه حديثة هذه ليس لسبب كلمة إهتز الأهر حسر رحمن لكن بسبب كلمة سيدة رميثة أبيا تسميت النبي صلى الله عليه وسلم في وقت أنه في حدثة تعتقد موجودة يمكنك أن تضغط أنه لأخذ تسمى 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 يسمى حديثة يسمى تسمى تسمى أنه في وقت وقته في حدثه في حدثه في حدثه حدثنا أحمد بن عبده وعلي بن حجر وغير واحد معنى رمائي فائده في الإسناد وعلي بن حجر وغير واحد معنى رمائي لغير رمائي لغير من حدثه في حدثه قالوا سموى بركتة أمبأنا عيسى بن يونس معنى شيخ أو سيدنا عيسى بن يونس سموى برمائي أمبأنا رمائي سموى داغتها وممام ترميزة ان شبه سموى أُرضك سموى أمبأ مرائي سموى أمبء ترمزة ان شبه جمع 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 ثم سموى أسمى نامة أطلاق احمد بن عبده وعلي بن حجر ثم اخوام سموى أقول أعطلاق وغير واحد معنى رمائي عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولدي علي بن أبي طالب إبراهيم بن محمد تودر إبادة أنا سيدنا علي بن أبي طالب قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكر الحديث بتولي حديث بتولي itu حديث yang kita sebut sebelum itu وقته دلن باب يمبرتما أدسة حديث روايات در إبادة سيدنا علي بن أبي طالب وقته itu سيدنا عمر بن إبراهيم بن محمد itu sebut semua حديث itu semua وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين دي أنترأتنين النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة دلن نبي صلى الله عليه وسلم تؤدل خاتم النبيين معنى نبياً نبياً ترأخير تأدى نبي لجيه سلبه بجند صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديث ينقسم الأمبلس حدثنا محمد بن بشار أنبأنا أبو عاصم أنبأنا عزره ابن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليكشري قال حدثني أبو زيد عمر بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أبا زيد أدن مني فمسح ظهري فمسحت ظهري فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات قال سيدنا أبو زيد عمر بن أخطب الأنصاري يتوجه داريباد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم داريباد الأنصار داريباد أراغ الأنصار قال لي رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يا أبا زيد يا أبا زيد ويني قال دلم بحس عرب النبي صلى الله عليه وسلم نعم في دلم بحس عرب هناك در بعجيان الاسم واللقب والكنية الاسم واللقب والكنية اسمه أنه ناما كتا فلان فلانه يتو ناما لو كتا مولياء أو حرمات كتا بينها بانجيلها ديها جوابس تبقي بينها من أبا الكنية أو اللقب اللقب هاتو يا أبا اللقب هاتو أنمنا في الورقة نعم الشكم الحكم النخمة النخمة 什么 نيب سبحان أسامة السمبوي أسامة السمبوي لا نفعل شيئه خالص Anak dia, bukan nak panggil dia dengan Nama dia yang betul Di Malaysia guna apa? Tuan atau cik atau Macam itu kan, tetapi disana Di negara Arab, guna apa? Nama anak dia, anak yang Bertama, kalau anak yang Bertama, lelaki, kalau berungboan Tak guna berungboan, tapi guna anak Yang bertama lelaki, kalau dia tak ada Lelaki, sini kita guna untuk anak berungboan Itu darurat, tetapi yang biasa Hadat Arab tak sebut anak berungboan Tak sebut anak berungboan ا kindly رأى انتارいます انت تسمى اصلنا اما السلام اما السلام اسمها ON انت ان تسمى الارض التابي كبير الزائد همозможно تقول salى همчес له عمر بن ID هذا الذي يسمى النبي صلى الله عليه ضلق نبي صلى الله عليه وتقول معه عليه والعثور وتقول كان منزل نبي صلى الله عليه وسلم انحبت س grouping iat فهذا فَمَسَحْتُ ظَهْرَهُ فَمَسَحْتَيْءَ عَلَ الْخَاتَمِ صلى الله عليه وسلم لذلك لأنه لا يشعر بطل لا يشعر بطل لا يشعر بطل لذلك لا يشعر بطل لكن المشاهدين 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 المشاهدين